وبحسب مساعد مدير الأمن العام لشؤون السير العميد رامي الدباس فإن ثلاثة ملايين سائق سيصبحون تحت مظلة قانون السير الجديد إلى جانب مليون وثمانمائة وخمسة وخمسين ألف مركبة كما أعلن خلال اجتماعي قانونية النواب خسارة ثلاثمائة وثمانية وثلاثين شخصاً جراء حوادث السير منذ مطلع العام الحالي فيما رصدت رؤيا إحدى وأربعين وفاتاً خلال تموز الحالي وأكد الدباس حجز أي مركبة مضت ستة أشهر على انتهاء ترخيصها لا بد من التشدد في تغليض العقوبة في بعض المخالفات التي أشرت لها وهي لا تتجاوز ثلاث مخالفات الإشارة الضوئية حمراء القيادة بالصورة متهورة وأيضاً استهداف الهاتف الخلوي وهذه الثلاث مخالفات التي تسببوا بالفوفيات أكثر شيء فأحنا عشان يكتشددنا بهذا الموضوع